في تطور سريع ومفاجئ للأحداث في الأنفلد أعقد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسبانية لبحث إمكانية انتقال لاعب محمد صلاح إلى صفوف الملكي بالصيف المقبل وذكرت الكثير من المواقع الإسبانية أن رامي عباس كان قد تواجد في إسبانيا الأيام الماضية وعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وأضافت المواقع الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تسعى جديا للتوصل الاتفاق الرسمي مع محمد صلاح للانضمام لصفوف الفريق الملكي الصيف المقبل قبل الدخول في المفاوضات رسمية مع إدارة ليفربول لا سيما أن بيريز رئيس النادي الملكي يدرك جيدا أن معركة الحصول على صلاح لن تكون سهلة وأكملت المواقع حديثها قائلة أن بيريز يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة من سوء نتائج الفريق وأنه اعتاد دائما على جلب صفقات كبيرة لكسب ود الجماهير وأكملت المواقع حديثها أن بيريز ينظر إلى صلاح على أنه هو المنقذ في الفترة المقبلة واختتمت المواقع حديثها بإشادة بيريز باللاعب المصري لا سيما أن زيدان أشاد باللاعب من قبل وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه متفائل بشأن الحالة الصحية لنجم الفريق محمد صلاح بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس بسبب المرض وغبث ثلاثي صلاح كلافان وديان لوفرين عن تدريبات ليفربول أمس لأسباب مختلفة بينما ظهر الهولندي فيرغل فانديك في التدريبات بعد غياب عن مواجهة ليفربول أمام منشستر سيتي بسبب الإصابة وأثار غياب محمد صلاح الدف الفريق وأبرز نجومه عن تدريبات أمس قبل أن يوضح مصدر خاص أن غياب صلاح كان بسبب إصابته بنزلة البرد واستعرض الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي تصريحات المدير الفني حيث أكد أنه ينتظر مشاركة صلاح كلافان في تدريبات اليوم بينما يبدو موقف المدافع الكرواتي لوفرين غير واضح حتى الآن ويأمل ليفربول في مواصلة مسيرته النجحة بالأسابيع الأخيرة في الدور الإنجليزي الممتاز حيث أسقط المتصدر منشستر سيتي في الجولة الماضية بعد الفوز في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل الثلاثة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أصبحت عدد مع كل جديدة